السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا بخير على خير الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معاكم فيه الطريقة ديال الضالة ديال هادي المنزل الي كيتبناه بمدينة رجدا من طرف المقاول عمر الدمنادي وكان سابق ليشاركت معاكم الطريقة ديال الحفر ديال الساس وكيما كتعرفوا كاملين من بعد ما كيتم الحفر ديال الساس بواحد العمق معين لحسب النوعية ديال التربة كتدروا حد الفرشة ديال النضافة في البلايس اللي تحفروا يعني قبل ما نديرو هذك الحديد ضروري ما كتدر هذ الفرشة ديال النضافة لان الحديد ما خصوش يتقاس مباشرة زل مع الترب وبالنسبة هذ الحديد ردوا البلا الاخوان راهو اهم حاجة ضروري المقاول اللي كيبني لكم يلتزم بالنوعية ديال الحديد اللي خرجوا المهندس في البلان ديال الحديد ومن بعد ما كيتدارو سوميلات اللي كيكونوا بمثابة الرجلين ديال هذك الدار وداروري خصوم يكونوا مخدومين في مستوى واحد كي يتدار لونغرين واللونغرين هو هذك الحديد اللي كيربط بين هذك السوميلات كيتدار الشيناج ومن بعد كي يتدار واحد القالب ديال الخشب على هذك الحديد اللي كيتسمى الكوفراج و قبل أن يبدأ المعلم يأمر الكفراج بالبيتون يجب أن تنظف من داخل مزيان و يترش هذا الخشب بالماء عاد يأمره بالبيتون و بالنسبة للسوميلة سيكون خارج فيها واحد القروج فين ستدار السريع و من بعد يتم البناء الساسكي ما كتعرفوا كمين وهذه الأساسات اللي قلت لكم كلها كتولي تتغطى و تتدفن و من بعد فوق مننا كيتدار الحجار وايضا كيتدار الحديد اللي كيجي من فوق و بطبيعة الحال كيتدارو الرقارات و كيتدارو القوادس و لما ننسو دروري ما الرش ديال الماء اثناء هذي العملية هذي كاملة و من بعد كيتداروحد شبكة ديال الحديد و عاد كيتدار فوق مننا البتون سواء هذي المتجين جاهز او البتون اللي كيتخلطت ما في عين المكان الشانتيه والنقط اللي عنوصي امCRI�ها ونأكد لكم عليها بالنسبة لحديد اللي قاديت الدار ويكون هذه الختامين الاسابقة واليكدر لحديد تقدروا فناك هذا الشبكة متعددة على تدري مركز ايضا بالنسبة للحطان الحديد سواء في الضالة الفقانية ضروري الحدد واللي يقوم بهذه المهمة. والنقطة المهمة ايضا هي بالنسبة للطابلة ميزان يعني تخدم بالميزان ما يكونش فيها واحد نسبة الميالان لان لاذا كانت ميالا حتى يتبنوه من البيت حتى هما غاد يكون فيهم واحد نسبة الميالان وتقدر تدار كاملة جيميلة من واحد الجهة. وهذا الشي هذا شفناه عند بزاف ديال الاخوان خصوصا من يوصلوا للمرحلة ديال الفينيسيون عاد كيبان هاد الميالان بزاف خصوصا من يجي ويديروا المرتوب في الجدران يعني كيبقى المعلم يشارج هذا الحيط بالمرتوب بزاف باش يقدم ومن بعد ذاك المرتوب كله كيتشق وايضا من يجي زليج يدير زليج عوثاني نفس المشكل كيجي دير الفورما ديالو كيلقى الميالان بزاف وكيبقى يعمر بل الفورما لهذا المشاكل هادي ما تخليوهاش حتى الفينيسيون حتى تصدموا بها ردوا البال معاها من يسكنوك تبنيوا المنزل ديالكم. وبالنسبة المقاول عمر الضمناتي كيما كان سباق لي قلت لكم في عدة فيديوهات لي كان بنا فيهم المنازل والفيلات اللي شاركت معاكم تبارك الله عليه كيتكلف بالبناء ديال الفيلات والمنازيل من الاساس حتى الفينيسيون يعني بغيتوا يتكلف لكم غير البناء فقط را كيتكلف بغيتوا تالبيناء والفينيسيون را كيتكلف بيهم وتقريبا كيخدموا في جميع الموضن المغربية واللي كيتميز به العمل ديالو انه كيركز على هاد النقطة هادي صغيرة يعني كيركز على التفاصيل باش هاد الفيلات والمنازيل يتبنوا باحسن طرق يتبنوا صحح وايضا باش مولين دار ما يلقوش المشاكل من بعد يعني من يوصلوا للمرحلة ديال الفينيسيون ومن بعد ما كيتم الانتهاء من البناء ديال الطابلة اللي كيكون تكلفة ديالا تقريبا ستين في مياه من التمل اللي يتفاهم معاك المقاول للبناء ديال المنزل ديالك كيتم العملية ديال الكفراج ديال هادك السواري اللي تلعوه من البليات يعني كيتدرلهم الكفراج بالخشب وردوا البال المقاول هادك الخشب اللي غاد يخدم لكم به الكفراج ديال السواري او للكفراج ديال الضالة ضروري يكون الخشب مزيان ويكون يجب أن يكون يخشب جديد. لا يكون يخدم به أحد الخمسة ديال المرات. لا يكون بدافع هذا الشق لكي يجمعهم جيدا ومن يتعمرهم. يكونوا مجموعين ويمشون قياس واحد لا يجيش فيهم حتى الضرة ديال الميالان. وهذا هو الفرق الذي يكون بين مقاول ومقاول. بالنسبة للمتريال الذي يكون عنده. لا تتبعوش غير اللي غادي نقص لكم أقل ثمن يعني تقدر تلقوا واحد المقاول من قص ثمن. ولكن شوف المطاريات اللي غادي يخدم لكم به كيفاش عامل شوف واش هو حارس على بزاف ديال النقاط. وبزاف ديال المسائل اللي انا اكد لكم عليها في هذا الفيديو. واش غادي يديرها او لما غادي شي يديرها. وايضا اثناء التعمار ديال السواري ضروري يخص يكون واحد لهزاز. لان هذا البيتون كيكون تسقل ولمستعملنا لهزاز يقدر يهبط غير الكايس اللي تحت. والسيمة تبقى الفوق وايضا يقدر يبقى الفراغات الوسط في هذا السارية. ومن بعد ما كيتم التعمار ديال هذا السواري. غادي ندوزو الطريقة اللي يخدم بها المقاول عمر. الضالة ديال هذا المنزيل. اول حاجة بطبيعة الحال كيتم وضع الكفراج ديال الخشب. وكيما قلت لكم ضروري الخشب يكون جديد. ومن بعد كيتم وضع ديال هاد الحديد اللي كتشوف معايا. وايضا ضروري هاد الحديد كيتم الوضع دياله حسب البلاند الحديد اللي حط لمهندس. ومن بعد كيما كتشوفوا معايا هاد الحديد ضروري كيتدار له هاد الشابويات. باش كيتتربط مع بعضياتهم مزيان. انا وريتم لكم فهات الصورة مزيان باش تعرفوهم وتكونوا على بال. ومن بعد كتجي المرحلة ديال الوردي. والبواترين كيتقدم زيان. وردوا لبين هاد المرحلة هادي ايضا. لانه كان سبق لي مشيت عند احدى الاخوات المنزل دياله. باش ندير لها تسميم. وهي اه في الخارج يعني يبنوا للضالب الوردي. وش غادي نقول لكم من داخل هاد الوردي كله تزعزع من بلاصه. ما بقاش بلاصه كله عواج. كله طاح. يعني ردوا لبين هاد المسألة هادي. وضروري البناء المنزل ديالكم. تعطيوا هنشي واحد اللي ايدي امينة. وبنسبة للمقاوي العمر. دائما هاد البواترين كيحاول انه ما ياخدوشي جاهز. يعني كيطلب من هادك المعمل اللي كيصنع هاد البواترين. انه يخدم له بواترين سيخ كوموند. يعني كيطلب منهم انه يدعمه لهم بالحديد. يعني يكون في الحديد زايد. وبطبيعة الحال كيكون تمان دياله شوية زايد. ولكن ما عليش. المهم انه يدير شي حاجة اللي مزيانة وصحيحة. ومن بعد كتجي المرحلة ديال الشبكة. هادي اللي كتشوفوا معايا هنايا. ودائما ان المقاوي العمر ما كيشريها جاهزة. يعني كيجيب عنده الحداد اللي كيخدمه له. فعيل المكان. كيحتاه المواصفات اللي غاد يخدم له بها. هاد الشبكة والنوعية ديال الحديد. بحيث انها تجي صحيحة. كيما كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو. وبطبيعة الحال كيما كتعارفو كاملين. من بعد كتجي المرحلة النهائية. وهي ديال البيطون. اللي كيددار فوق هاد الشبكة. وبالنسبة للبيطون كيما كتعارفو كاملين. كينا جوجي الانوع. كينا النوع اللي كيتشريها جاهز. وكينا النوع اللي كيتخلط في عين المكان. وده بوصلنا النهاية ديال الفيديو. نتمنى يكون عجبكم والسفت ومنو. ما تنسونيش ما اللايك وما التعليق لجميلة ديالكم. ايضا بارتاجيو هاد الفيديو بالاهل والاصدقاء. وبجميع مواقع التواصل الشيماعي. باش ناس اخرين حتى هما يستفدوا. وياخدوا هاد المعلومات هادي. بالنسبة لمقاول عمر الدمنتي. غادي نخلي لكم رقم الهاتف صندوق الوصف. شكرا لكم بزاف. وبسلام عليكم في فيديو اخر. ان شاء الله بحول الله.